بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدنا تريدون العديد من الأسئلة حولها الصحيح مكون داكتيك النشاط العلمي لدورة فبراير الفين واربعة وعشرة إذن قبل ما نبدأ في الصحيح ملاحظة أن تصلون العديد من الرسائل في الخاص وأعتادر على ما جاوبتوش حول نوع الوثيقة التي نشتغل بها والدلائل إلى غير ذلك نوع الوثيقة هي هذه أنا عودتها أكثر من مرة هي مستجدة لمنهج الدراسي للتعلم إبتاد إبراس من السنة الدراسية 2020-2021 مديرية المناهيج يوليوز 2020 إن هذا راح كاين في الانترنت موجود كتب غير هذا الأخر قد يخرج لك شكل PDF و التليشارجه قراه في الهاتف أنا خرجتهم الانترنت على شكل كتاب وفقط يقول لك أنك تركت تلخيص إلا ما كان يخدم بالتلخيص كامل لأن التلخيص لا يقدر تكون شيء محيد منه أما كان يخدم التفاصيل كاملة أي حاجة تقريب أن تقدر تلقها هنا خاصة ما يتعلق بمنهاج المواد نشاط العلم والرياضيات واللغة الفرنسية إلى غير دول الأمر الثاني هو كاين ليسو لنا لذلك الورقة كاين ليسو لذلك الورقة اللي خدمت بها في الفيديو اللي فاترة ما كانش في المستجدات اللي كانت متعلقة بالهدف العائق اللي هي هذه هذه أخذتها من دليل الأستاذ ونحاول ذلك الدليل نحطه في صفحة بالنسبة للدلائل مهمة خاصة تكون عندك تلشارجها حتى هي كاينة تكتب مثلا أي دليل بغيته مثلا دليل نشاط العلم للمستوى السادس دليل الأستاذ في النشاط العلم للمستوى الخامس دليل الأستاذ للمستوى الرابع في الرياضيات إلى غير دليل موجودة كلها موجودة في الانترنت تحملها في الهاتف ديالك وشوف قرأ هذا هو الأمر بالنسبة المكون لدكتك النشاط العلمي لمد دورة فبراير عفين وعفين 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 إذن عندنا الوضعية الأولى تعتبر مهارات القرن الواحد والعشرين من بين مرتكزات البرنامج الدراسي لمادات النشاط العلمي ونذكر من بين هذه المهارات إدارة الدات التواصل التشارك حل المشكلات التفاوت فكير النقدي احترام التنوى إلى غير ذلك هذه المهارات مقسمة إلى نوعين نوع أول مرتبط بتنمية شخصية المتعلم مثلاً إدارة الدات تتعلق بشخصية المتعلم مثلاً على الإبداع فها تتعلق بشخصية المتعلم احترام النوع يتعلق بالتشارك بالمحيط البيئي والاجتماعي إلى غير ذلك مهارة القرن الواحدinis المرتبطة للنوع الأول لأن الرواوي أن تنمية شخصية ووقت تقوير المتعلم من لي كان مشهور التشارك يعني يتعلق بالمجتمع من لي كان هذا على احترام النوع يتعلق بالمحيط البيئي والاجتماعي من لي كان هذا على قبول اختلاف يعني الآخر يتعلق بالمحيط البيئي والاجتماعي وبالتالي فالإبداع هو المتعلق بتنمية شخصية متعليم بالنسبة الوضعية الثانية من أجل تحقيق الأمن اللغوي نلاحظ هذا المصطلح الأمن اللغوي اعتمد المنهج الدراسي للتعلم الابتدائي هندسة لغوية تتمثل في التعدل اللغوي والتهيئة اللغوية والتناوب اللغوي المزوجة اللغوية دل ما معنى هذه التهيئة اللغوية واش هي ممارسة تربويات تاروم تمكين متعلمين من استعمال لغة غير ذلك تمكين متعلمين من يتقال لغة الأجنبية في السلم وبكيرة وتملكهم الوظيفة إلى غير ذلك أم إجراء ديداكتيكي أم غاية تربوية عدنا أخذ المستجدد دائما هذه الوثيقة هي تقريباً كيأخذوا منها أغلب الأسئلة التي تكون في الإطلاق لنلاحظنا هنا التهيئة اللغوية هاي عندنا هنا يسعى منهاج مادة النشاط علم تهيئة متعلمين التنوب اللغوي من أجل تحقيق لغة التالية تمكين متعلمين نجد هنا دلقاء خلق الإنسجام الداخلي بين جميع الأسلاك التعليمية أذن الأسلاك التعليمية عبارة المكلمة المتعلمين من كفاية اللازمة لتحقيق الأمن اللغوي هذا الأمن اللغوي يعني هو اللي يمكنهم أنهم يليجون إلى الأسلاك التعليمية الموالية باش بيكونش عندهم مشكل في اللغة ها لديهم خلال الانتقال من الأسلاك الموالية ولترسيخ مبدأ الإنصف والتكافؤ الفورص وبالتالي فهذه التهيئة اللغوية انطلاق النهض الوضعية لعطانا هي تمكين المتعلمين من إتقان اللغة لغات الأجنبية في سلم مبكرة وتملك المواضيع لهذه اللغات نجينا هنا يا نعم هي هذه تمكين المتعلمات والمتعلمين من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة وتأهيلهم قصد التملك الوظيفي لهع باستحضار مبدأ التكامل بين المواد اللغوية واللغوية إذن هذه التهيئة اللغوية هي تمكين المتعلمين من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة وتمكين الموظيفي لهذه اللغات بالنسبة الوضعية ثلاثة وضعية ثلاثة قبل مراجعة المنهاج السابق كان المتعلم يدرس المواد العلمية باللغة العربية بالتعلم الابتداء والإعداد والتناوي وعندما ينتقل التعلم الجميعي يجد نفسه أما مشكلتين أو مشكلين المشكلة الأولية تجلى في إيجاد المتعلم نفسه مجبرا على دراسة المواد العلمية باللغة الأجنبية والمشكلة الثانية تجلى في إيجاد المتعلم نفسه عاجزا عن التعامل مع الزخم اللغوي في مراجع التي تعج بهم مصادر المعلومة في المواقع الإكترونية والرقية وقد سعى المنهاج الجديد لتجاوز هذه المشكلين لتجاوز هذه المشكلين تم تحديد هدف أسماء متمثل في تحقيق ماذا؟ من هذا اللي هضرنا عليه مثلا في السؤال اللي قبل هضرنا على الأمن اللغوي ما هو هذا الأمن اللغوي؟ هو هذا خلق الإنسجام الداخلي بين جميع الأسلاك التعليمية عبر تمكين متعلمة المتعلمين من الكفايات اللازمة لتحقيق الأمن اللغوي لديهم خلال الانتقال من الأسلاك المولية وهذا هو اللي هضر عليه هذا السؤال هذا في الأسلاك المولية هنا نتحدث عن الأمن اللغوي مش ميكونش عندهم مشكل عندما تجاوزهم التناوي إلى الإعدادي ممكن يلقاش نفسه عندهم مشكل في اللغة بالنسبة الوضعية الرابعة حدد الباحث بير كليمون التصور الفرضي والتمثل الفرضي على أنه يتشكل من التفسيرات المنسجمة التي يقدمها فرض معين في عدة موضعية تتعلق بالموضوع المحادر وقد اقتراح الشكل الجانب والإبارة ذلك هنا في هذه النوعات الأسئلة فقط تكون عندي واحد شوية دقة الملاحظة وما شيبت ضرورة تكون عندي معارف نكون عارف شونا وهذا بير كليمون أو شو ندال إلى غير يدعلك فإلى لاحظة هنا يا هنا عندي نستنبط من هنا واحد بجموع من الأمور لاحظوا هنا يا التصور الفرضي أو التمثل الفرضي على أنه يتشكل من التفسيرات المنسجمة التي يقدمها فرض عندي واحد ما عنديش أفراد فرض معين يعني شخص في عدة وضعيات لاحظوا هنا عندي وضعيات عديدة عدة وضعيات تتعلق بموضوع واحد إذن هنا عندي موضوع واحد ما عنديش مواضيع عندي موضوع واحد وعندي وضعيات وعندي فرض واحد إذا جيت هنا الأسئلة هذا الشكل هذا فقط هو هذا إذا جيت بالنسبة للسؤال إذا نلاحظ لاحظوا هنا عدة مواضيع وخا هنا عندي موضوع واحد هنا عدة مواضيع إذن هذا اللا أنا كانت تحدث هنا على موضوع واحد ماشي عدة مواضيع هنا عندي عدة مواضيع اللا إذن هنا نتحدث عن موضوع واحد نفوت للأخرى إذن هو موضوع واحد موضوع واحد مزيعا عند أكثر من شخص ونعندي فرض معين فرض واحد عند أكثر من شخص لا عشان عندي فرض واحد إذن عند نفس الشخص وخاء والمعبل عنها في وضعيات مختلفة عندي وضعيات مختلفة وبالتالي مباشرة الجواب الصحيح نحن هو السي بالنسبة للوضعية الخمسة اقترح الباحث مارتيناند مفهوم الهدف العائق من خلال المزاوجة بين مفهوم العائق من جهة ومفهوم الهدف من جهة تانية كنا هضرنا عليه في الامتحان في 2023 ثم اقترح الباحثان منهجية تحديد الهدف العائق ومن بين مراحل هذه المنهجية نذكر بعضها بشكل غير مرتب كما يلي لأن هذه هي الخطوات المنهجية لتحديد الهدف العائق والهدف العائق كنا هضرنا عليه في خصة لفيفار ما هو هذا الهدف العائق عندنا كلمتين عندنا العائق وعندنا الهدف هذا العائق اللي عندنا كنحاولو نستغله وكنا نعطينا مثال هنا لاحظوا هنا هذا الهدف العائق منك نجيبوه إذن ينتقى من تمثلات وتصورات المتعلمين إذا أخذنا هذا المثال هذا عندنا تمثل المتعلم ها هو أن المتعلم يعتبر الماء والسيارة وكل الأشياء التي تتحرك وتصدر الصوت كائنة حية هذا تمثل بالنسبة للمتعلم يعني أي حاجة كتتحرك عندها صوت فهي كائن حي هذا تمثل بالنسبة للعائق المعرفة شنو هو أن المتعلم هنا لا يميز بين الحي والجامد باش حنا هذا العائق نرضوه هدف نحاولو نبين له الفرق يعني يميز بين الكائن الحي والجامد من خلال وظائف الكائن الحي نعطيوه الوظائف ديال الكائن الحي باش أنه يقدر يحيد الجامد من الكائنات الحية وبالتالي باش أننا نرتبوحنا هذا الأخر هذا إلا لاحظت هنا يا عندي هنا جوج ثلاثة ثلاثة جوج بمعنى إما جوج ولا ثلاثة يعني واحد من هاته الجوج اللي غد يكون هو اللول تحديد عوائق التعلم ضمن تصورات المتعلمين اختيار العائق القابل للتجاوز خلاله إذن أول نخص نحدد العائق بعد نعاد نشوف اختيار العائق القابل للتجاوز نحدد العوائق هي اللولة ثم عاد نختاره من بينها ما هو قابل للتجاوز وبالتالي فالجوج هي واحد هي هذه ثم تجي مراها ثلاثة لأن هذا واحد وهذا جوج جوج ثلاثة هنا عندي جوج ثلاثة لأن إما عندي أولا نفوت المراها من بعد ما نختار العائق القابل للتجاوز شما ندير؟ اعتبار تخطي العائق القابل للتجاوز هدفا في حدي إذن ذلك العائق اللي اللي اختارته أنه قابل للتجاوز سوف نرده هدف في حدي ذاته إذن هذه تكون عندي واحد هي ثلاثة إذن جوج ثلاثة واحد هنا عندي ربعة وبالتالي فالجواب الصحيح هنا هو دي نعتقدر كانت الورقة دارية نعود إذن بالنسبة للاختيار من تكراره بتأوه الدفاع ضمن جوج все ثلاثة جوج جوج ثلاثة إذن إما جوج أم لا ثلاثة إذن هنا عندي تحديد العائق هنا اختيار العائق أولا enable wir eine Fetter نحدد العائق بالتعلم ضمن التصورات المتعلمين ثم عاد نختار العائق Water الذي القابل للتجاوز إذن هذه الغوılات مراهج إذن مراهج هنا هيدا خطي العائق إما أو لا دي نمشي اللي مراها هنا عندي واحد وهنا عندي اربعة إذا مشيت الواحد هذا العائق اللي اختاريته أنه قابل التجاوز سنرده هدف إذا اعتبار تخط العائق قابل التجاوز هدفا في حد ذاته إذا قد تجي واحد مراهم ثم اربعة صياغة الهدف إجرائيا حسب المنهجة صياغة الهدف ثم خمسا بناء عدى منساجة مما تحقيق الهدف وتحقيق دي الجواب الصحيح هو دي نمشي الموالي مجال الثاني مفاهيم دي داكتيكي وبرامج مادة النشاط العلمي يتم تدريس مادة النشاط العلمي من خلال اعتماد النقل دي داكتيكي باعتباره تبسيطا للمفاهيم العلمية بشكل متناسب المساوى الناباء المتعلّع في هذا الإطار من أجل دراسة نظام الأسنان لاحظوا نظام الأسنان عند الحيوانات استعمال مؤلف أحد الكتب المدرسية التعبير الآتي من أجل تناول أغذية المختلفة استعمال الحيوانات حسب نماطيها من الغذائي أدوات مختلفة الخطأ المرتكب والمرتبط بالنقل دي داكتيكي هو ربط اختلاف الأغذية بالنمط الغذائي ربط علاقة بين الأغذية والجهاز الهضمي هنا الجهاز الهضمي لدينا جعله شيء حاجة هنا بتالي مكينج بتالي عندنا إما أو لدي شنو در هذا الكاتب هذا؟ أنه اعتبر مختلف أنواع الأسنان هنا اختلاف الأغذية بالنمط الغذائي هنا كنت تجعل الأغذية وإنما الإطار اللي عندنا هو دراسة نظام الأسنان نظام الأسنان المشي الأغذية وبالتالي ف الأدوات المختلفة اعتبرها أدوات مختلفة إذن اعتبار مختلف أنواع الأسنان أدوات من جاوب الصحيح هنا ودي الوضعية جوج في إطار دراسة لضواهر فيزيائية ضمن درس في مادة النشاط العلمي لمستوى السنة الثالثة للتعليم هي ضم ماذا باردة على جاب المريض الآن ونفس المناولة هي هذه هما هذه اللي هضروا عليهم عندنا كأس به ماء بارد كأس به ماء ساخن ثم خالط الماء الساخن مع الماء البارد الآن تمتل هذه المناولة واش هي وضعية انطلاق ولا وضعية بنائية ولا وضعية قومية ولا وضعية وليفية إلا لاحظنا هنا ها هي وضعية الانطلاق انطالق ولاحظ الصورة وأعبر إذن أنك تم وضعية انطلاق انطلاق من هذه من هنا كنتلق أما من الآن نجي اللي هنا فهذا اختبار الفرضيتي يعني إحنا رحنا هنا بالدين البني والمفهوم لنختبر ودار هذه المناولة هذه وبيتاليف هذه وضعية بنائية وضعية بنائية وليست وضعية انطلاق أو تقويم أو توليفية بالنسبة الموالي يهدف هذا النشاط حسب أحد الكتب المدرسية توصل المتعلم إلى استخلاص ما يأتي تنقص سخونة الجسم الساخن عندما يلامس الجسم البارد تزيد سخونة الجسم البارد عندما يلامس الجسم الساخن ثم عندنا يتبادل الجسم الساخن والجسم البارد السخونة وأخذن بعين اعتبار أبحاث غاستون باشلار حول العوائق الإبستيمولوجية كنا اظرنا عليها في الفيديو في الانتحان اللي فات يظهر أن هذا الهدف يتضمن أحد هذه العوائق واش العائق اللي عندنا هنا واش لغوي ولا جوهري ولا تعميم ولا اصطناعي هنا التعميم ما عنديش الصناعي ما عنديش الجوهري ما عنديش عندي اللغوي لماذا لاننا لاحظوا هنا عندي عندي تنقص تزيد وعندي سخونة وعندي برودة ثم عندي الجسم الساخن الجسم البارد هنا المصطلحة المستوى مثلا عن تلميذ المستوى الثالث وتلميذ المستوى الثالث لم يتمكن بعد من آليات اللغة يعني التلاعب اللغة بالنسبة للوضعية الموالية الثلاثة ضمن المضامن الأساسي الخاصة بالنشاط العلمي في موضوعات داست طبيعة فيزيائي وبيولوجيا وموضوعات في علم الأرض والفضاء يشمل مجال علوم الحياة والأرض تلات محاول عن علم الحياة والأرض شنو فيه في لجهة المستجدة المنهج الدراسي قد نجيل هنا مجال علم الحياة والأرض شنو عندنا فيه وماذا المكونات عندنا صحة الإنسان وعندنا خصائص الكائنة الحية ووضعفها الحيوي وتفاعلتها مع البيئة ثم عندنا دورة حياة الكائنة الحية التكاتر الوراة الأنظمة البيئية وبالتالي فهنا عندي تاريخ الأرض لا هنا عندي كوكب الأرض لا هنا عندي كوكب الأرض إلى غير تاريخ الأرض لا وبالتالي عندنا صحة الإنسان وتفاعل مع البيئة هي هذه خصائص الكائنة الحية ووضعفها الحية وتفاعلتها مع البيئة ثم أخيرا دورة حياة الكائنة الحية الوراة والأنظمة البيئية إذن الجواب الصحيح هنا هو الس الوضعية أربعة اعتمد المنهج الدراسي للسلك الابتدائي في تدريس النشاط العلمي على مبدأ أي المادة والتتابع في صياغات المفاهيم العلمية حسب المستويات الدراسية نقترح فيما يأتي التتابع غير مرتب متعلق بالدريس الخاصائي الفيزيائي للمادة بالنسبة للمادة هذين خصوصنا نرتبو هاد الاقتراحات اللي أعطونا هنا التتابع الصحيح هو يقولوني لمشيت المستجدات المنهج الدراسي وبالضبط يعني التوزيع السناوي اللي كاين هنا هذين نلقى بأن التحضير ما عنديش فيه المادة مستوى الأول بالنسبة للمستوى الثاني هذين لقى المادة ولكن شنو فيها ها هي هذين لقى المادة في المستوى الثاني حالة المادة تصنيف المادة وخصائصها لأن يحدد بعض خاصية الحالة الصلبة والحالة السائلة للمادة حالة الصلبة والحالة السائلة ثم يتعرف الحالة الغازية يصف إلى غير دعوني يحدد بعض خاصية الحالة الصلبة السائلة والحالة الغزية وبالتالي ربعة هي اللولة إما أو لدي أو لسي ثم تجي مراها للمستوى الثالث المستوى الثالث المستوى الثالث شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه تصنف المادة وخاصيتها إذن هنا يصف تفاعل بعض المواد مع الهواء احتراق الفحم احتراق الشمعة احتراق البطعة هذه المرحلة الثانية هنا هي يصف تفاعل بعض المواد مع الهواء الاحتراق وبالتالي ستكون هنا هي ثلاث ثلاث إذن قلنا أربعة ثم ثلاثة هنا عندي أربعة واحدة ثلاثة وبالتالي فالجواب الصحيح هنا واسيداً عندنا أربعة ثلاثة واحد جوج يقارن ويصنف المواد هذه كانت في المستوى الثالث ثم المستوى الثالث يفوت للأخرى عفواً الثانية ينتج تغيير الفيزيائي المادة الإنعكاسة التغييرات الكيميائية غير إنعكاسية من هذه في المستوى العليا الخامس والسادس بالضبط بالنسبة للوضعية خمسة خلال حصة للنشاط العلم نسوى السنة الخامسة للتعليم الإبتداء حول محور دورات الحياة والتوالد والويلة عند الكائنات الحياة طرح المدرس سؤال في مستهل الدرس عن الحيوانة البيوضة فأجب أحد المتعلمين أن كل الكائنات التي تطير بيوضة أي حاجة كالطير فهي بيوضة مثلاً لجينا مثال مضد هو أن الخفاش أنه طائر ولكنه لا يبلغ وإنما يلد وبالتالي هنا المتعلم وقع في عائق التعميم وقع في عائق التعميم نعم نعم شكرا